تعالوا بقى ندخل في ترم مهم جدا 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 وهو او اللي احنا بنرمز له بالسي اس اس او السي بي اس اس ازاي ما حضرتك عايزة بس احنا تسفيلا هنقول السي اس اس عشان ما نقدرش ما نبادلش نقول اختصارات كتير ايه هو ده انا يعني ذكرناه قبل كده هدفي وانا بعالج المريض بتاعي ان انا اوصل لتركيز معين صح مش احنا قولنا انا عايز يبقى الدواء بتاعي ده يبقى انا عايز اوصل لتركيز معين وبعد ما اوصل لتركيز معين ده نحتاج احافظ على التركيز بتاعي سابت التركيز ده يبقى سابت طول الوقت او طبعا بيبقى فبيبقى فيه كده المهم اوصل اللي هو سبات الجرعة بتاعتي او سبات التركيز بتاعي في البلازمة وطبعا بيبقى تركيز معين هنا وصلت الحاجة اسمها هنمثل الكلام ده كله على الكيرف وهنفهم اكتر ان شاء الله. ده هو ده اللي انا عايزه بقى ده اللي بسميه بتاعي او او زي ما هتحب تسميه سميه هو ده الغاية بتاعتي من اي بتاعي وانس ان انا وصلت له يبقى انا ان شاء الله العلاج هيجيب نتيجة او الدواء اللي بديته العيانة هيجيب نتيجة ان شاء الله طول ما انا مستمر عند او طبعا ببقى في الاكتويت كده عن الماكسيمم ويعني المهمة ببقى في بتاعي في بتاعي سبوز ان انا مثلا اديت جرعة معينة من دواء ايا كان طبعا مش هتفرق معي واخد الكلام بتاعتي اعمل لها بلوتنج بيرسس الطايم سي ان انا خدت دوز مثلا ميت ميلي جرام خلينا نقول ان ده مثلا الكيرف ده عبارة عن الدوز عشان ما نتلغبطش وهنطبق كل الكلام ده على البلازما انا سي عند طايم زيرو الديت طبعا طالما فيش ابزوربشان يبقى الكلام ده على اي في ولكن هو اه هنقوله على الكيرف ده ولكن يشمل بقى الانترافاسكولار والاكسترافاسكولار الفكرة بس ان هناك هيبقى فيه ابزوربشان فهلاقي الكيرف وعمل كده تمام? طيب انا عندي دلوقت اديت جرعة في الوقت الفلاني ميت ميلي جرام سيدي ان دي جرعة عدوز ميت ميلي جرام عملتلي فيه البلوت بتاعي ميت ميلي جرام مش اقول بقى ان هي او ميت ميلي جرام يعني خلونا نقول ان هي دوز او ولكن مش هنجيب سيرة الايه الفوليوم عشان ما نتلقبطش يبقى انا اديت دوز ميت ميلي جرام المفروض الدوز دي بتاعتي هتعمل الاكشن والدنيا تمام واحنا عارفين ان بيحصل بعد فترة معينة من الجسم فكل بتاعتي بينزل ده او الدوز اللي انا او دي الحد خمسين في المية من اللي انا بادئ به طب انا بادئ مية بعد هتبتدي الجرعة بتاعتي تبقى خمسين او الليفل بتاعي اللي موجود في البلازمة هيبقى خمسين صح كده طب انا هدي جرعة تانية دلوقتي هدي جرعة تانية دلوقتي يبقى انا عندي خمسين اهو وديت جرعة تانية اللي هي مية يبقى انا وصلت المية وخمسين ميلي جرام خلينا نقول ميلي جرام مش او مش مايكرو جرام يعني يبقى انا وصلت المية وخمسين ميلي جرام طيب بعد تي هوف تاني الدوز يحصل له والمية وخمسين دول هيبقوا خمسة وسبعين ميلي جرام. طب حضرتك ادي جرعة تانية. كل طبعا بندي جرعة. هنثبتها كده الانترفال بتاعي. اللي هو الفرق بين الجرعات بسميه انترفال. تمام? اديت كل جرعة بعد اديه تمام? فهدي كل جرعة بعد يبقى الانترفال بتاعي هدي مية ميلي جرام طيب عند الخمسة وسبعين هنا ادي جرعة تانية هدي اتنين تي هافة ها وصلت الخمسة وسبعين اديت جرعة تانية عالية لحد المية خمسة وسبعين ميلي جرام هيحصل برضو بعد وان تي هاف المية خمسة وسبعين دول هيبقوا آآ تمانية وتمانين او سبعة وتمانين وشوية هنقول تمانية وتمانين يعني او تسعين براحتك يعني خلينا نقول تسعين عشان الدنيا تبقى اسهل بالنسبة لنا يعني تمانية وتمانين او تسعين تمام هدي برضو جرعة تانية ميت ميلي جرام هيبقى الكنسنتريشن بتاعي مية تمانية وتمانين او مية وتسعين يعني على حسب ما احنا نقول. طيب بعد كمان بعد كمان اهو هيبتدي يحصل له لحد خمسة وتسعين او اربعة وتسعين تمام? خمسة وتسعين ميلي جرام. يبقى انا بقيت خمسة وتسعين ميلي جرام هدي جرعة تانية عشان يعلى الكنسنتريشن يبقى مية خمسة وتسعين ميلي جرام في الدم. بعد كده هيبتدي ينزل تاني برضه بعد اناظر وانتي هاف لحد النص مية خمسة وتعين يعني سبعة وتعين او تمانية وتسعين تمام وهدي وان دوس تاني هيبقى كام السبعة وتعين او تمانية وتعين هتبقى مية تمانية وتسعين او مية سبعة وتعين ميلي جرام في البلد بعد كده نزلت تاني والدواء بتاعي ده كان مية سبعة وتعين مية تمانية وتعين يعني قل مست ان انت وصلت لتسعة وتسعين او مية يعني فهتبتدي برضو بعد وان تي هاف هتبتدي تدي جرعة تانية مية ميلي جرام يبقى توصل هنا لمتين ميلي جرام خلاص يبقى ميتين ميلي جرام يبقى انت بتتكلم بعد كمان تي هاف المتين ميلي جرام هتبقى مية هتدي جرعة تانية مية المية دي هتبقى ميتين وهتبتدي تنزل برضو بعد وان تي هاف هتبقى مية وكل ما تدي جرعة انت كده كده خلاص ثبتت عندك بقى مية المتبقي الكمية المتبقية مية فكل ما هتدي جرعة 100 هتوصل لمتين وبعد 1 T H F هتوصل لمية هتدي جرعة تانية ميتين هتوصل لمية بقى اللي انا عايز اقوله ايه ان انت بعد فترة معينة انت الكمية اللي انت وصلتها دي 100 ميلي جرام في البلازمة هتعمل concentration بتاعي ثابت يعني هيبقى ثابت هتدي الجرعة دلوقتي هيوصل لميتين وبعد T H F هينزل و هينزل لمية هتدي مية كمان هيوصل لميتين وينزل لمية هتبقى في بلاتو في ثبات للconcentration السبات ده بسميه الsteady state بلازمة concentration وهو ده اللي انا عايز اوصله وهو ده اللي انا بتكلم عليه steady state بلازمة concentration يبقى انا عايز اوصل دايما لمرحلة الثبات concentration معين في الجسم ويبقى ثابت مرحلة الثبات او المرحلة الثابتة دي اللي هي rate of administration ده انا بدي 100 ميلي جرام equal rate of elimination بيطلع لي زيهم 100 ميلي جرام يبقى rate of administration equal rate of elimination once ان انا وصلت للكونسبت ده زي ما احنا شفنا ومثلنا على الكيرف اللي هو 100 ميلي جرام دخلتهم خرق بقوا 200 بعد one half خرقت 100 ميلي جرام يبقى المية دخلتهم وخرقت 100 ميلي جرام يبقى rate of administration او rate of absorption equal rate of elimination او rate in equal rate او زي ما تحب تسميها سميها ما عنديش مشكلة عشان اوصل لكده بدي حاجة اسمها جرعات متتالية او جرعات متتابعة للمريض لحد ما اوصل يبقى الجرعات المتتالية دي بقى انا بعمل بسميها بعد دي كل ما عملت عند حاجة اسمها لسه قيلين عليها دلوقتي دوزنج انترفال او معينة او معين كل ست ساعات مسلا او على حسب هبتدي ادي جرعة تانية ده بسميها دوزنج انترفال كل هدفي في الاخر ان انا اوصل الكنسيبت بتاعي اللي هو النانا وصلت عندي للبلاتو اللي هو وهو ده التارجت اللي انا عايزه اي حاجة هتسميها بقى هو ده الكنسانتريشن العلاجي يبقى مهم جدا جدا ان انا افهم الكنسيبت بتاع ولازم اوصله وحافظ عليه يبقى لازم اتشيف الكنسيبت اوصل له بعد فترة معينة زي ما احنا شفنا اهو هياخد الكلام ده هياخد وقت هنشوف هياخد وقت قد ايه ولازم بعد ما وصلت له اعمل او منتين عشان يفضل طبعا لو هو كرونيك يفضل العلاج بتاعي شغال ده بعمله بالمالتبل دوزنج زي ما احنا شفنا ويبدي دوز انترفال معين او دوزنج فريكونسي بطريقة معينة هنتكلم عليها دي كلها يعني مثلا سينا انا باقول العيان بتاعي اخد بنادول خمسمية ميلي جرام كل ست ساعات مثلا دي كلها باقول عليها دوز الجروجمن الدوز بتاعتي الوحدها بس خمسمية ميلي جرام الانترفال بتاعي كل ست ساعات اللي هو الدوزنج انترفال او الدوزنج فريكنسي او الدوز سكيدول تمام دي كلها بسميها دوزج رجمن يبقى المهم اللي انا عايز اعرفه هنا مرحلة الثبات دي بسميها الستيدي ستيت كونسنتريشن ونشوف ان هي وصلت بعدها دي ده مرحلة الثبات ده انا وصلت الميت ميلي جرام تعال انا عدة تي هوف ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بعد سادس او سابع تي هوف تقريبا انا وصلت التسعة وتسعين لمية في المية من ستة لسبعة تي هوف انا وصلت التسعة وتسعين لمية في المية من الدواء بتاعي كان كل الكمية اللي انا بعملها بتخرج زيها بالزبط تمام يبقى الستيدي ستيت مية في المية من الستيدي ستيت بتوصل بعد ستة او سبعة تي هوف لو انا بادي اقمامية هتوصل بنفس المنظر اللي احنا قلناه ده طب انا مش عايز عشان اوصل للمية في المية بحزافرها ده انا 95% هتبقى مناسبة جدا بالنسبة لي يبقى 95% وفوق هتبقى مناسبة جدا بالنسبة لي 95% مثلا لـ 97% هيبقى ده البرد وانا وصلت للـ مش لازم اوصل بحزافيره تعالوا نشوف هنا احنا وصلنا لـ 95% من الدوز بعد قد ايه قد واحد اتنين تلاتة اربعة عند رابع تي هاف لما ابتديت ادي الجرعة التانية وصلت لـ 94% 95% يعني يعني هي اربعة تي هاف وشوية هنشوف الكلام ده كله بعد شوية والخامس تي هاف ده الفف تي هاف ده الخامس وده الرابع تمام وصلت لـ 97% من الـ steady state انا مش عايزة استنى لحد ما اوصل لـ 100% ده انا كده حلوة قوي يبقى عشان اوصل لـ 95% لـ 97% من الـ CSS دي هتبقى اه اناف قوي ان يحصل معين انا محتاج من اربعة لخمسة تي هاف صح كده زي ما احنا شوفنا على الكيرف اديوان تي هاف اتنين تلاتة اربعة الرابع دي كنت وصلت لـ 94% 95% يعني يعني 95% اللي هو اربعة وتلاتة من عشرة يعني لو بقيت دقيق قوي اربعة وتلاتة من عشرة وبوصل لـ 95% بالزبط وخمسة بوصل لـ 97% وستة تسعة وتسعين وبعديت بقى الستة خلاص مية في المية انا مش عايزة اوصل لكده انا يكفيني قوي من اربعة لخمسة تي هاف عشان اعدي لـ 95% من الـ steady state concentration احققت 95% من الـ steady state concentration فمهم قوي ابعرف الـ concept بتاع الـ steady state concentration وبوصله بعد قدية بوصله الـ 4% لخمسة تي هاف is enough approximately يعني to reach or to achieve الـ steady state بتاعتي وزي ما قلنا الـ steady state اعلى concentration هوصله وفي اعلى concentration هوصله انا عايزة ابقى في الـ range بتاعي ده يبقى ولا زيد عن الـ css max دي طبعا هسميها هنا بمعينها css وصلت لها فهسميها css max او الـ concentration في العادي هنا مش هقدر اقول عليها css max فاقول عليها c max فقط او الـ big يبقى اعلى نقطة بسميها الـ big concentration او c max قبل ما اوصل للـ css او steady state concentration وانس ان انا وصلت للـ steady state بسميها css max او steady state concentration maximum steady state concentration والـ minimum طبعا في الـ steady state بسميها css minimum او trough يبقى الـ big هو اعلى level وي trough هو اعلى level بوصله الـ minimum effective concentration اه اللي انا مش عايزة الا عنه والتاني ده maximum effective concentration او minimum toxic ودايما كده بيبقى في حاجة اسمها css average average ده انا برضو يهمني في الحسابات او الكالكوليشا متاعتي في العموما ليه لان انا مش عايزة يبقى فيه variation اوي بين الماكسيمم بين الماكسيمم يعني والـ minimum فبقى اعمل حاجة اسمها css average هو مش يعني مش الاتنين على بعض واقسمهم على بعض اه ان هو مسلا عشان اسمه average فبجيبي المين بين الماكسيمم والمينمم لا ده هو css average هيبقى مهم جدا من نسبالي عشان لو انا اديت مسلا جرعة سيه مسلا انا هنا بدي مسلا ميت ميلي جرام كل مسلا css half 6 ساعات فبدي ميت ميلي جرام كل 6 ساعات طيب ينفع ادي ربعمائة اربع مرات في اليوم يعني ممكن ادي ربعمائة ميلي جرام مرة واحدة واخلاص لا فهلاقي فيه fluctuation css average ده ممكن تبقى متساوية لان الجرعة في الاخر متساوية ولكن هلاقي fluctuation رهيب جدا بين البيك وبين الترف فهيدخل في تكسيستي اه ممكن الثيرابيوتك ليفل ييجي بس اوقاتها هلاقيه بيدخل في تكسيستي واوقاتها هيبقى in effective concentration هيبقى قلب كتير قوي من المانيمم واكتر بكتير قوي من السي ماكس او البيك يبقى انا دلوقتي عشان امنع fluctuation بتاعت الدواء بتاعي اه حوالين css average دي المفروض اخد بتاعتي زي ما هي معروفة او زي ما متعارف عليها يعني ما ينفعش اقول للعيان بتاعي عشان frequency بتاعك ما تزدش وحافز على الكمبلاينس بتاعه ولا الادهرانس على الميديكيشن بدل ما تاخد الميت ميلي جرام خد مثلا ربعمية مرة واحدة مش هتنفعني في كل الادوية اه ممكن تنفع في ادوية بعينها ولكن في ادوية كتير مش هتنفع ما لم ينص طبعا الشركة المصنعة على ذلك لا ما اقدرش اعمل كده تمام يبقى دي قصة الكيرف وقصة نبتدي نقرأ الكلام بتاعي زي ما احنا قلنا ده انا حتى بسميه هو او او بتاعي اللي انا عايزه لما وصل لمرحلة السبات او التوازن دي بسميها او عندها بيبقى بتاعي سابت ووصلت لي زي ما احنا شايفين كده الكمية اللي انا عدتها هي الكمية اللي الجسم هيخرجها الريت اوف ادميستريشن ايكوال الريت اوف المينايشن او الفراكشن ابزوربت ايكوال الفراكشن المينايت دي بقى كل الكصة دي قلناها والحمد لله نشوء الله فهمناها يعني طيب التايم تو ريتش السي اس اس معاملين نقولها هو ده ما فيش حاجة بيعتمد عليها وصولي للسي اس اس طبعا هناخد بعد شوية ان في حاجة اسمها الحاجة الوحيدة اللي هتفرق معايا بس في هي قبل ما اوصل مهمة قوي دي مهمة قوي دي بتاعة الدواء ما لم اعطي للمريض بتاعي يعني في غياب مش اعتمد على اي حاجة في الدنيا غير ده مهمة قوي ومعلومة مهمة بتجيلي دايما في الامتحاد ابروكسيماتلي زي ما احنا قولنا انا مش محتاج اوصل للمية في المية بالزبط يعني يكفييني اي اوي ان انا نعدي الـ 95% من الـ فآة ابروكسيميشن كده من 4 لـ 5 تاهم كويس قوي سافشنت او نحتاجهم عشان ريتش يو اتشيف في حمسة واتعين فيroom طيب في جدول زي ما اخدناه في الـ rev 4 Hay كمية معينة من الجسم والقصص اللي احنا قلناها في فدي برضو هنحفظها. عدد اللي انا محتاجه عشان او او لكمية او معينة لو انا حفظت الكلام ده هيسهل علي حاجات كتير قوي. طبعا انا عارف ان هو من اربعة لخمسة هيعدي لخمسة وتسعين يبقى يعني عشان اوصل لخمسة وتسعين في المية بالزبت. الا اربعة يعني اربعة وتسعين وشوية كده. تمام? طبعا على حسب الهاف لايف بتاع الدواء كل ما كان الهاف لايف شورتر كل ما وصلت لي الستيدي ستيت دي بسرعة او اسرع يعني. آآ بعد اربعة من التي هاف هوصل لخمسة وتسعين وبعد هوصل لسبعة وتسعين في المية وبعد سكس بوينت سكس فايف هوصل لتسعة وتسعين وكده خلاص ده انا مية في المية داخل على مية في المية زي ما احنا شفنا. يبقى وصلت لمرحلة السبات او نير ستيدي ستيت كونسنتريشن بعد اربعة الخمسة تي هاف فمعلومة مهمة قوي ان الاربعة الخمسة تي هاف دي عشان اللي انا محتاجها وما عنديش حاجة تانية طبعا ما لم ههدي للعيان غير الطايم فما حدش بقى يجي يقول لي وما عرفش ايه القصة دي هنتكلم عليها واحنا بنتكلم تاني. فعشان توصل ما عندكش غير يبقى لو الدواء هتوصل بسرعة لو هتتأخر وتاخد وقت يعني لو الدواء مسلا بتاعي عنده عشر ساعات آآ يبقى عشر ساعات يبقى انا محتاج من اربعة لخمسة يعني من اربعين لخمسين ساعة عشان اوصل لي يعني كزا يومه من اربعين لخمسين يعني تقريبا عدى اليومين عشان اوصل طب لو الدواء بتاعي مسلا له انتها في بتاعي مية مسلا مية ساعة يبقى انا عايز اوصل لربعمية لخمسمية ساعة او كده عشان اوصل لي طبعا ده ما بينسبنيش في بعض الحاجات ومن ضمنها طبعا او فمحتاج ان انا اشوف حاجة تانية اتوصلني مش استنى الخمسين ده العيان ممكن يكون بيموت يعني العيان مسلا جايلي جايلي مسلا العيان جايلي العيان دلوقتي في فانا مش هستنى بتاعة الدواء وقلنا ان على حسب كل دواء مختلفة ممكن دواء يبقى له عشر ساعات ممكن يبقى دواء له عشرين ساعة فانا بقى اضرب الاربعة في عشرين والخمسة في عشرين مرة يعني هتستنى من تمانين لتسعين ساعة على اما الدواء يوصل او اللي انت بحتاجه فده مش هيسعفك في حالات كتير قوي من منها طبعا الاميرجنسي انما في الكرونيك مريض براء او بياخد الدواء بتاعي ما عنديش مشكلة خالص ده مش هيحصل منه حاجة عادي يكمله على الدواء بتاعك بالانترفال اللي انت عايزه او نفس الدوزة يعني بانترفال معين الانترفال عموما يعني بنسميه تاو ما قلناهاش على الكيرفي وقدينها قلناها دلوقتي. التاو ده هو الانترفال يعني كل جرعة بين كل جرعة وجرعة بديها بعد قديها اللي هو الانترفال هنا أ erlebt جرعة عن تايم زيرو تمام والجرعة التانية كانت بعد اربع ساعات يبقى لو جبت النقطتين دول بين كل جرعة وجرعة هيبقوا اربع ساعات هم دول الانترفال يبقى انا هنا بدي techava بتاعي ده كل اربع ساعات. تمام? ده الانترفال بتاعي. طيب آآ بقى che حاجة اللي احنا كنا بنقولها لو العيان بتاعي لا مش هينفعني بقى ان انا استنى قصة بقى من اربعة الخمسة او القصص دي كلها عشان او او لا ده انا محتاج حاجة تانية فابتدوا بقى يفكروا في ايه? ان انا قدي هنتكلم عليها الوحدة دي ان انا قدي تبقى كبيرة شوية توصلني بسرعة وبعد كده اعمل يبقى هدفها ان انا قدي جرعة كبيرة طبعا بتبقى محسوبة مش اي جرعة او خلاص اوصل بها بسرعة ما استناش بتاعتي من اربعة الخمسة دول عشان اوصل وبعد كده وانس ان انا وصلت لها اكمل بقى او جرعات تكملية بحيس ان انت تحافز على مرحلة الثبات اللي انت وصلت لها تمام? يبقى لو انا عندي يبقى انا كده مش اخده في اعتباري او يعني مش اخده في اعتباري. يبقى هنا بيقول لي ببرضو على لو الدواء بتاعك بتاقى عشر ساعات من اربعين لخمسين ساعة من اربعة الخمسة يعني اربعة في اشرة باربعين وخمسة في اشرة بخمسين بتاعتك ولكن ده مش هينفعني في كلها مش هتنفع الحاجة اللي انا محتاج تدخل سريع 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 شوية مش هتنفع الكلام ده. فقالك بقى خلاص ما ندي اللي هي بتبقى جرعة طبعا زي ما قلنا محسوبة جرعة كبيرة شوية لكده في اول مرة وخلاص على كده تكمل بمانتنانس دوز. هدف اللودينج دوز دي ان هي هتوصلني للستيدي ستيت بسرعة شوية ما استناش الاربع الخمسة تي هاف وبعد كده منتين السي اس اس ده بتدرك بتاعك ان انت تادمينسترد بقى لو انت العيان في المستشفى هتعمل وتريح دماغك او لو هو بره هتديله دوز على حسب بقى الدوز بتاعتك اللي انت هتعملها ازاي. الكيرف ده ممثل جيد جدا لي الكنسنتريشن او بعد ما اديت العيان بتاعي اللي هي او انا اديته ها الاحمر ده تمثل او او وشفت الكنسنتريشن بتاعي وبعد كده اديت العيان بتاعي جرعات عادية خالص مش ولا حاجة الجرعات اللي هي المنصوصة عليها كمسو ميت ميلي جرام مسلا كل ست ساعات سي مسلا لا ده انا هنا اديته الف ميلي جرام كلودينج دوز اللي دونج دوز دي تبقى هايدوز هايدوز هاير زي النورمل ولكن طبعا محسوبة ما تدخلش العيان في توكسيستي يبقى اللودينج دوز اهي دخلت العيانة على طول رفعتلي البلازمة كونسنتريشن لحد ما وصلت للسي اه ماكس تمام او الماكسيمم كونسنتريشن وفي نفس الوقت اديت ريباتت في دوز او في نفس الوقت عملت كونتينيوس ادمنستريشن لي الدواء بتاعي بكونتينيوس انفيوجن قويا كان هعمل ايه او ابتديت احافز على المرحلة السبات يبقى انا كده سميت دي سي ماكس او سي اس اس ماكس وحفزت على السبات بتاعي بقى انا وصلت لها على طول ما استمتش بقى الاربعة لخمسة وصلت لها على طول بلودينج دوز جرعة بيرة انشيالي وبعد كده اديت منتنانس دوز على حسب بقى هتديها بايه بكونتينيوس ولا برحتك بقى تمام وحفزت على مرحلة السبات طول العيان بتاعي يبقى بتاعي برضو بيتأرجح بين الماكسيمم والمينمم زي ما احنا قلنا وفي اه طيب لو انا ما عملتش بتاعتي اللي هو الخط الازرق ده اديت الجرعات العادية ميت ميلي جرام مسلا او ميت ميلي جرام كل ست ساعات اديت الدوز هيبتدي يعلى هيبتدي برضو لحد ما يوصل لبيك معين هيبتدي يقل آآ الانترفال اللي جاي هدي جرعة تانية هيبتدي يحصل زيادة 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 في آآ لحد ما اوصل بعد اربعة الخمسة هبتدي اوصل مير مرحلة السبات بعد او خلاص انا وصلت المية في المية من مرحلة السبات اهو باشوف مرحلة السبات هنا جات بعد ادي ايه ادي واحد اتنين تلاتة اربعة رابع وخامس بين الرابع والخامس تمام يعني بين التي هاف الرابع والتي هاف الخامس ابتديت اوصل لمرحلة السبات انما هنا انا وصلت لاستيد وحفزت عليها كمان بسرعة وصلت لها ايه بسرعة وحفزت عليها كمان وانا ما عنديش اي مشكلة يبقى عشان اعمل اوصل لها بسرعة بدي بسميها او او لو ما عملتش كده يبقى ما عنديش فاكتور تاني يؤثر على الوصول ما يعادى او بتاع يبقى الكيرف دا يمثل زي ما احنا قلنا اهو على ده انا وصلت خلاص على طول حفز بقى عليه او براحتك بقى تمام? يبقى ده على الوصول يبقى عشان احقق السي اس اس ده بسرعة تمام? ودي برضو اه واحد تاني اهو يمثل برضو نفس الفكرة ادي الكنسنتريشا متاعي وادة وده اديت بولس بسرعة وفي نفس الوقت بدي انا وصلت للاستيدي ستيتا اهو وحفزت عليه في نفس الوقت يبقى ديته ما السل الاي في بولس او اللودنج دوز ودي ما السل الكنتانيوس اي في انفيوجن هناخد الكلام ده ما استعجلوش يعني طب لو انا عملت اي في انفيوجن فقط لوحده من غير ده هياخد برضو وقت معين اللي هو يساوي من اربعة لخمسة تي هاف عشان يوصل لنير نورمل بتاعتي يعني شوف خد من اربعة لخمسة تي هاف اللي هو مسلا انه عشرين ساعة على ما يوصل لمرحل يبتدي يوصل لمرحلة السبات يعني اكتر من عشرين ساعة عشان يوصل لمرحلة السبات لقى هنا انا وصلته لمرحلة الستيد استيت وبتديت احفز بقى على السبات بتاعي بايه باي في انفيوجن كونتانيوس لي تمام يعني ان الامور اه وضحت دلوقت يعني طيب بيقول ايه بيقول اللي الاساس اس 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 ايه ان امبورتانت كلينيكال فارماكو كايناتك ده هو ده الافكتف كونسنتريشن اللي انا هيقيس عليه الافكتف بتاعي العيان بتاعي صح كده زي ما احنا قلنا ده الافكتف كونسنتريشن الافكتف كونسنتريشن ده يبقى موجود عندي فانا هحسب منه ال اه اللوز الجراجة من تاني او وكمان هستخدمه في يعني لو الدواء بتاعي محقق استيدي استيت اعلى من المتوقع والدواء ما بيخرجش بكمية كويسة فانا هتوقع ان فيه برضو يعني ممكن استيدي استيت يدخل معي في والكلام ده ان شاء الله هنتكلم عليه لاحقا يعني الطارجت طبعا زي ما احنا قلنا مش انا اللي باحسب الكلام ده ده الكلام ده جاي اللي جاهز وكل ترابيوت كرانج لكل الميديكيشن زي جاهزة ما بحفظي اي حاجة جاست ان انا بدخل على السورسز او الريسورسز اللي متاح عندي وببتدي اجيب منها الكلام ده كله ده كلها عملت للمنيمم افكتف كونسنتريشن والماكسيمم كونسنتريشن اللي هو بعده هوصل للمنيمم توكسيك كونسنتريشن تمام زي ما احنا اتكلمنا ودي برضو شكل تاني هو يوضح لي أنا العيام بتاعي اللي هو المنيمم افكتف كونسنتريشن هو المنيمم توكسيك كونسنتريشن خط بتاعه يعني من اربعين لتمانين مش عايز الدواء بتاعي يقل عن اربعين لانه كل الفكرة كل الكنسنتريشن اللي اقل من اربعين ده بسميه بقى بلغة اه فرماكولوجي سب سيرابيوتيك كونسنتريشن سب سيرابيوتيك كونسنتريشن تمام طيب الكل الكنسنتريشن اللي دخلت في الانترفيل بتاعي ده اللي هو الحتة دي كلها دي كده في السيرابيوتيك رينج يبقى العيام بتاعي بيتعالج طيب الكل الحاجات اللي خرجت عن التمانين اللي هو المنيمم توكسيك كونسنتريشن سمتها توكسيك كونسنتريشن عملتلي بقى على حسب الدواء والعيام بتاعك اللي حصل او اللي وصله ترجمة نانسي قنقر